بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام ورسول الله لبيكم طلاب الصفة الثانية الثانوي ومع جرامر الخاص بلسون 3 and 4 unit 11 الواحدة الحداشة الجرامر بتاع لسون 3 and 4 بيكلم على difference between the three and four بيكلم على adjectives الصفة والأدفرب اللي هو الضرف ودايما الأدفرب اللي هو الضرف ودايما الأدفرب اللي هو خاصة بالأ خاصة بالنعون دائما الصفات بتيجي مع الأسم بتيجي مع الأسم بتيجي مع الأسم والأدفرب دائما بتكون خاصة بالأفعال طيب نبدأ نحل الجمل كده ونشوف الفرق ما بين الادجكتف والأدفرب طبعا كل مني تست هتلاقيه بيتكلم على جزئية معينة هتلاقيه بيتكلم على الادجكتف بيتكلم على الكمباراتيب يعني جزء بيتكلم على الصفات العادية جزء تاني بيتكلم على الصفات المقارنة بعد كده يخش على الأدفرب اللي هو الضرف وكان يتكلم على كايندس أو تايبس أو أدفربس أنواع الضروف لنبدأ نبدأ نمبر ون ماريام إز أطول جيرل طول طول جيرل طول جيرل يقول لك أه يعرف أنه جاي بعدها نون والنون ده ممكن يجي قبله صفة يبقى طبعا طول جيرل هذا عندي النون كلمة جيرل وطبعا جاي قبله صفة ممكن أقول ماريام إز أجير يعني ممكن أجيب الإسم بس وممكن أجيب قبله صفة عادي عندما يمكن أقول طول بس ولا جيرل طول ولا طول جيرل ذبقا أنا امتعا أقول طول لا مفيش أه يعني لما فيش أه كنت ممكن أقول ماريام إز طول أوكي نمبر 2 ماريام إز أه ما外ز هنا إي ما外ز لأة ولا آن ولا أي حاجة يبقى أقايص صفة فقط لغيير يبقى طول جيرل طول طول جيرل طول جيرل طول جيرل طبعا ماريام إز طول فقط لغيير نخلي بنا من استخدام أ يجب أن يأتي اسم ، إذا أقبله صفة أو لا يجب ، يجب أن يكون هناك مشاكل ، إنما لا يجب لك أي صفة فقط لغير بدون اسم عمر كان غضباً جداً بعد خسر المتش طبعاً أقول إيه angry ، نخلي بدنا من حتى أمم جداً ، نقولنا دائماً الـ adverbis ، دائماً بتيجي مع الـ verbis ، الظرف يجي مع الفعل ، والـ adjective بيجي مع الـ noun ، مع الإسم ما هذا اللي هي verbis of senses ، اللي هي أفعال الحس ، زي كلمة look ، زي كلمة feel ، taste ، smell ، دي كلها بسمائه verbis of senses اللي هي أفعال الحس ، دي followed by adjectives ، يعني بيجي معنا دائماً الصفات وليس ظرف فعشان كده أنا قلت إيه عمر looked angry ، ما فعش أقول angrily ، يعني دائماً أغطور من أفعال الحس this flower smells برضو قبل فعلاً أفعال الحس تانية هو smells a will a good well good طبعاً smells good ، قلنا لازم بيجي مع إيه adjective ، طبعاً ما فيه adjective هو برضو a good ليه خدت جود ما خدتش a good ، كلمة a good لو قلت a دي لازم يجي بعد الـ adjective يجي معون يجي اسم ما فيش اسم أو ما يجيبش اه طيب ليه نخدتش كلمة well لأننا اتفاقنا smells تعتبر ايه من senses verbis لعفعل الحس الحس يجي بعدها adjective صفة أو ليست ايه أو ليست الظرف فعشان كده لنستخدم كلمة well I saw in front of my show أنا شفت أولاد خايف قدام المحلي an afraid boy boy afraid a boy who was afraid a and c هنختار a boy who was afraid طب ليه ما خدتش an afraid boy لأننا اتفاقنا برضو أن كلمة afraid عملا زي كلمة asleep الاثنين دول ما بيجيش بعدهم a noun هما adjectives ويكتفوا a بنفسهم غالبا الصفة بيجي بعدها اسم إنما دول ما بيجيش بعدهم a nouns number six I enjoy looking at أنا استمتعت من نظر الى babies asleep 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 babies a and b babies that are asleep طبعا هاخد babies that are asleep كلمة asleep عملا زي كلمة afraid ما بيجيش وراها a noun هي أصفة بيجيش بعدها اي اسمة وتكتفي بإيه بنفسها عشان كده مشان فأقول ايها asleep babies خلاص هاخد babies that are asleep يبقى منفاش أقول afraid boy انا ممكن أقول ايه he is afraid he is afraid he is asleep بس منفاش حط بعدهم ايه noun يعني ايه اسمة number seven there's with my stomach يعني في حاجة غلط في معدتي something wrong wrong something something who is wrong a and c طبعا اقول ايه something wrong يعني فيه شيء خطأ في معدتي طبعا مش هنفع استمتعت منه انه دائما يجيش عاقل ولا يسير غير عاقل my mother is of my parents يعني والدتي أحن الأبوي kind kinder the kindest the kinder يكون بقرمة بين اثنين من نفس الاسلوب تقول my parents of my brothers of my sisters تتكلم برضو عن اثنين بس يتستخدم نفس الصيغة دي باخد طبعا short adjective وحط في اخيرها ايه وحط قبلها ايه اه ممكن احط قبلها ايه اه بس الصيغة دي فقط لا يبقى نفعش أقول kinder بس اقول ايه the kinder of يبقى is the kinder of my parents is the kinder of my brothers في اخوات الاثنين is the kinder of my sisters برضو اخوات البلات الاثنين is the taller أطوال واحد في الاثنين وحكا number 2 عادل bought a new car for five thousand pounds and sold his old one for two thousands this means that عادل the new car is his old one عادل اشترار بيكدر خمس تلاف وباع الأديمة بيه بأ الفين يبقى الجديدة أكيد أغلى من الأديمة يبقى slightly more expensive than even more expensive than almost as expensive than is exactly as expensive than يبقى أقول طبعا even more expensive than يبقى لو الصفة التي عندي long adjective بحطها قبلها more or less more بالزيادة less بالنقفان وبعد كده حط short or short حط long adjective وبعدها كلمة ايه أنا ممكن بقى في حاجات حطها قبل الصفة عشان ترفع من ايه من قوة الصفة او تقللها يعني لو هي يعني يعني هي لو غالية في شكل طفيق أقول إيه slightly طيب غالية أجدن أقول إيه far more طيب غالية برضو أممكن أقول إيه even more أممكن أقول much more far more slightly more even more a bit more a bit more كل ده بيجادن حجم الإصف بس طبعا كلمة even more أكتر far more أكتر من كلمة مثلا إيها slightly طبعا almost as يعني تعريبا مريبا من بعض exactly هما زي بعض يبقى إيه يبقى إيه even more expensive having water in the desert is far having money although they are both useful إنه طبعا يبقى فيه في الصحرى الماء ده بيكون أفضل أو أكثر فائدة من الإيه من الماني اللي هي الأموال وطبعا في الآخر هما اللي اللي بيكونوا إيه مفيدين سواء الفلوس أو الإيه أو الماء as important as more important than important than important as كما تلاقي كلمة far أو much أو almost كل هذا بيقى بعده كلمة إيه كلمة more far more much more even more وهكذا يبقى more important than لأننا عندي فينا قلنا إيه comparative وعندي long adjective وحط أبلها more أو إيه أو لس طبعا فعشي أقول important بس لازم عشان تمام المقارنة لازم يكون أبلها إيه more أو لس يعني أساسي تضع more أو لس حبيت تضع أبلها far أو much أو even لا يوجد أي مشاكل إنما كلمة even much a bit أوكي و slightly كلمات دي كلمات دي كلمات دي ما بتعملش مقارنة إنما هي بتزود أو بتقلل من إيه من قوة الإيه معنى المقارنة نفسها إنما عشان نعمل مقارنة using long adjectives باستخدام صفات طويلة يجب أن تضع أبلها مر أو إيه أو لس تفعل من حتة دي كويس rosa's hair is malex يعني شعر روز سيكون أطول من ملك long longer longer than the longest طبعا longer than لازم بعد أن تضع أبلها لازم تضع أبلها لازم تضع أبلها لازم longer than taller than shorter than و هكذا ملك ملك hair is long but roses is long longer longer than the longest هنا أخذ كلمة longer لازم تضع أبلها لأنه لا يوجد أيها لن تضع أبلها 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 ملك لن تضع أبلها لن تضع أبلها number six you exercise the fetter you get هم يقول لك the fetter the older the more ابدأ بردو كلمة the more the bigger the fetter the shorter يبدأ أخذ the more more the most most أول طوال هنا the more سامة is 1.65 سامة طولها متر و 65 سنتي طيب وأحمد طوله 170 سنتي وهي أكثر من أحمد less taller shorter less taller b and c سيكون طبعا اللي تنصح b and c يعني ممكن أقول shorter عادي وممكن قبل short adjective أضع أبل less ولكن يجب أرمع الصفحة لن تقول less taller إذن ممكن أضع أبل short adjective أضع كلمة less لكي تديني المعنى اللي أنا أريد الشيء الشيء طبعا أبطئ slow more slow much slower as slow طبعا much slower طبعا 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 than I do ممكن أقول than me الاثنين صحة أمار is of the two brothers أوكي أتفاق أن يقول لك of ويقول لك two brothers أو parents يعني حاجة هي عبارة عن اثنين فقط لغير أوكي أقول the older the oldest older a and c يقول is the order of يعني هو أكبر واحد من the a الاثنين سأكون بيكلم لك عن ثاني اثنين أو ثاني اثنين يقول the bigger the older the taller كنت لدينا من حبة وكنا نتكلم of my parents this is picture i have ever seen عايزة أقول أن دي أفضل صورة أنا ايه شفتها هنا بقى هل تتنقل الحاجة اسمه superlative زي صيغة التفضيل يعني عايزة أقول أن ده أفضل شيء أنا شفته أو عملته على الإطلاق يبقى نتنقل من comparative إلى صيغة المقارنة بين حكتين إلى التفضيل ومجموعة nice nicer nicest the nicest طبعا يأخذ رقم ed تعملي بتيجمع short adjective تحطي أبلها زي وتختم الصفة bect tall the tallest big the biggest short the shortest طبعا عندك long adjective بأبدأ أستطيع أبلها كلمة the most the most expensive the least expensive the most dangerous the least dangerous number 2 I remember my graduation day أنا فاكر يوم التخرج بتاع it was wonderful day I have ever had كان أبضل يوم في حياتي more most the more the most طبعا أقول لك the most you are the most wonderful إذا أصبح عندك long adjective أضع أبلها the most أو the least he is the team's player the best the best the better 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 طبعا هنا أخذ best طبعا لماذا نفعش أخذ the best لأن هناك أبستروفي s كلمة ميزا لا يكون في عندك زا أفلا اه في جملة أو في عندك شيء يدل على الملكية فالملكية أو زا اللي تنبععوضون عن اللي هو عن او او لما يמת golden chavanة. يبقى هنا فاش اقول czyli is the tneam the best. لا. he is the team's best. اوكي تم التعويض عنها باية كلمة ذا موجودة باضافة الى الاييه الافستورجي Utz. يعني ازه اقول المياه اغلى اه مادة سائلة. اوكي. م intriguing طبعا is the most الأكثر والأكثر عكسها the least كتركيب صح ولكن المعنى يبقى أردت لو قلت the least إنها هي the most الأكثر this is my first successful book more most the most the least طبعا أخذ هنا this is my first most مش هنف أخذ the most لأن في عندي هنا صفة الملكية صفة الملكية دي حالة محل كلمة كلمة the كيبقى لو في عندي عن صفة ملكية عندي كلمة زام وخلاص بلغي كلمة زام قبل كلمة least أو بعد كده نبدأ نتكلم في منية تست فور نتكلم على على الظرف وأنا عندي طبعا أكثر من نوع زي ودي تعتبر هي أشهر واحدة وفي دي كلها عبارة عن ظروف ظرف مكان ظرف زمان ظرف بيتكلم على طريق حدوث الفعل أنت بتعمله ازاي وظرف تاني بيتكلم على الدرجة بتاعت الفعل نفسه أنت بتقوم بي ازاي طب نبدأ كلمة مع بعض اللعب 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 لأنه سجل ثلاث اي أهداف بريليانتلي بريليانتلي ب'!و بعمر و كلا يملك بريليانتلي Gary بشكل الائع لا أليس لنفع أقول beaten لغ من أن هي ظرف لأن المعني ليس تحدي وقت لذ PER he didn't say لي به Blog الواي تبقى هاتفيرب لا كلمة لابلي مثلا كلمة فريندلي دول مينتوا باللواي هم يعتبروا اجيكتفز يعني اي صفات وليست اي ظروف نخلي بنا وجود ذلك كويس يعني احنا كنا متعبين جدا للغاية بعد ثلاثة ايام من الرحلة بدونهم في حاجة اسمها استرونج اجيكتفز اللي هي الصفات القوية لازم حط ابلها كومبليتلي او ايها اكسترينلي اوكي يبقى الصفات القوية اللي عندي يفعش حط ابلها لا بري ولا ولا سو ولا قويت ما حط ابلا حاجة زي اي كومبليتلي او ايها اكسترينلي عشان كده يأخدنا ايه كومبليتلي للغاية محمد صلاح اسفيمس فوضبير محمد صلاح يعتبر له المشور على مستوى العالم عالميا اياتى عنها على مستوى العالم يعني هو بيشوفش حاجة بدون ايه نطلت طبعا هاردلي يكاد لا يرى يكاد لا يرى ودائما هاردلي بدني معنى الايه؟ معنى النجاة الفورم اللي هو النفي انا كلمت اخي وقلت له ان الجو بيشتي هيفلي هيفي هيفي يستقول ايه؟ هيفلي هيفلي يعني ايه؟ ايه ايه تقيل جدا يبدأ بيعمر عن ايه المانر مانر يعني ايه طريقة ايه حدوث ايه الفعل كل واحد في الحفلة لابس ايه؟ لابس الوان مبهرة ايه؟ يعني مبهجة colorfully quite colorful quite colorful طبعا ايه colorfully هنفعش اقول ايه اصلا ان انا عندي فعل ما عنديش نون عشان اجيبها number seven father was respected by Zeus who worked with him يعني الاب بيكون بيحترم من الناس لو ما شغالين معا great, greatness, greatly, greatest طبعا عندي بيرب اواته وانا البرب ما يجيش معا ايه adverb بيما اذر في باووز great طبعا عندي سيغة passive form مبني ال a للمقول amir is a quick runner he quick run runs quick, quickly runs runs quickly طبعا اقول ال verb وحط بعده ال a ال adverb يعني يجيب الفعل وحط ال a ال adverb unit 11 is quite easy يعني 11 سهلة جدا i can easily it study it study easily study it easily التفائنه يبقى ال verb اوكي وبعده ال adverb طب لو في مفعول حط المفعول وبعد كده يبقى ال a ال adverb يبقى verb object a adverb يبقى انا بعرف ايه اذكره بسهولة he played the match very so he lost it طيب هو خسر المطش يبقى لعبه ايه bad badly will go طبعا badly طيب ليه ما اقولش very badly لانا عندي التفائنه ايه verb والverb بيجي معا adverb ما يجيش مع ايه adjective طب ما انت عندك كلمة will برضو ما هي تعتبر adverb لا طبعا هي كتركيب صح ولكن كمعنى ما هي شيء انفع لانه معنى انه هو لعب المطش كويس وعشان كده خسره ولا ما ينفعش يبقى لعبه بشكل ايه سيء this girl behaves in a way لما تلاقي in a way بحط لي نوات adjective بحط لي ايه صفة اوكي وهتديك ايه وهتديك معنى ال adverb هتديك معنى ال adverb اللي هو الخاص بطريقة حدوث ال ايه الفعل طبعا ناخد ايه friendly طيب واحد يقول لي طب يا مصر ال friendly دي انتهت ب ال y محتفى انه مش اي ال y تبقى adverb في حبابة انتهى ال y وتبقى adjective بس ما عرفش يجب منها ال adverb الا ما حطها الا ما بين كلمة in way زي in a lovely way in a friendly way lovely و friendly دي عبارة عن adjectives مهمش ايه adverbs it is raining يعني هي بتشتيع تقول بغزارة heavy heaviness heavenly طبعا نقول ايه heavily يعني ايه بغزارة علي is a very driver he makes a lot of accidents يعني علي دا هو تسواء بيكون ايه اكيد متهور ما هوش يعني او هو سواء سيء لانه دين بعمل حوادث good will bad bad هاخد bad طب ليه ما خدتش badly يا مستر انا قلت is انا عايزين ايه adjective عايز adjective عشان اوصف كلمة ايه ها driver انا ما عنديش verb انا عندي بيرب توي بس انما لو قالك مثلا علي is driving كنت قلت ايه badly انما علي is بيكون و جاي بعدها noun يبقى هو عايز قبلها adjective يعني صفة مش عايز ادفيرب يعني ظرف he answered nearly all the questions he got low marks will bad right wrong طيب هو قول كل الاسئلة تقريبا اكيد خطأ لانه هو قول درجات ايه منخافضة will bad right wrong يبقى all the questions ها طبعا هنا نفعش اقول لو l ولا bad ولا right اقول ايه wrong يعني قول الاسئلة الاسئلة خطأ يبقى wrong here معنى ايه معنى خطأ لان نفعش اقول will ان لو كان جابها كويس كان جاب درجات ايه ها اه كويسة ونفعش اقول bad لاني بقى صفة انا مش عايز صفة ولا right اوكي بقى ايه wrong طبعا فات wrong لاني مش هنفع استخدمه هم والتين adverb اوكي طبعا wrong خطأ لانه اصلا جاب ايه او بشكل خاطئ لان هي درجاته ايه منخافضة you should climb the stairs لازم تتسلق او تطلع الثلالة بحضر careful care carefully carelessly طبعا carefully نظر في اللي عندي او ال adverb now my secretary does office work more than before السكرتير ابتحتي دلوقتي بتقوم بالاعمال باكثر كفاءة من ايه من ذي قبل friendly efficiently let me well طبعا انا في عندي ايه efficiently وعندي ايه well هاخدي هاخدي efficiently ليه لانه عند مور ومور تيجي اوكي ابل الايه ابل ال adverb ليه long adverb لن تجيش ابل ايه ابل ايه short ازي الصفات بالصببت كدب some didn't come to school today because she had bad headache يعني نعني سعوة عارفة لانه عندها صدع شديد very absolutely completely utterly طبعا هقول ايه very طب ليه مخدتش absolutely ولا completely ولا utterly لانه انا الحجاتي وتستخدم before strong adjective بتيجي أبل الصفة القوية مستر محمد is amazing teacher we all love him absolute, absolutely absent-minded, absently طبعا نأخذ absolutely وأنا absolutely أو completely أو utterly أو extremely وأنا الحاجات دي بتيجي before strong adjectives أبل الصفة القوية فقط إلا غير طب الصفة العادية بيجي أبلاغ علي سيد ذات he was sorry to be late for the meeting يعني أنا أعلم أنه أسف جدا إنه أخرى على ألم easily, awfully, slightly, hardly طبعا رحية اللي تنفع كلمة awfully يعني إيه للغاية he couldn't buy the suit because it was expensive, rather, quiet never, hardly طبعا نتبقى إيه rather طب quiet دي ما تنفعش يعني كلمة quiet هادي إنما كلمة quiet اللي هي تي إيه دي اللي ممكن إيه كوالا وقت موجودة كنت قلتها quiet expense إنما quiet معناها هادي وليس إيه تماما we used to live in a very house in the countryside huge, enormous, big, gigantic طبعا نأخذ هنا إيه big طب ليه نستر مخدش أي واحدة من دورها منهما نفس المعنى كبير لأن huge, enormous, gigantic كنت يسمى strong adjectives يعني صفات إيها قوية ما فعلش يجب معه فيري ما يجب معه ويضع من شوية strong adjectives صفات قوية جعب لها absolutely, completely, utterly, extremely يعني انا منحبه درس لغة انجليزية وهو بيكون انسان جيد تماما طبعا في عندي هنا اثنين ادبربس اخد كلمة قوائت لاننا عايز ادبربس of degree درجة بتاعة الصف انما ادبربس دي خاصة بالا بالفريقونسي عادة المرات اعز اقول ان ادبربس حار جدا طبعا لان دي ايه صفة عادية ولا ست ايه strong advice انما completely absolutely entirely بس تبيها strong adjectives يعني ايه صفات قوي يعني تستخدم طبل الصفات الا القوي يبقى completely absolutely entirely تستخدم ايه before strong adjectives يعني تستخدم فقط قبل الصفات الا القوي he has no money at all he is poor rather fairly quiet extremely فائل للغاية الغاية هنا معنى ايه rather fairly quite extremely طبعا extremely how do you run quick quickly quickness quickest طبعا انا في عندي هنا run عندي verb اعجب مع ايه adverb يبقى how quickly طبعا اشي اقول quickly لاني quick تيجي معنى لانها تبقى adjective انتبقى عندي باب اجيب ايه اجيب اجيب ذرف مع الفعل الاسم اجيب مع ايه صفة how are you at running هنا بقى بدء بيقول run a running جبنا واني بقى اجيب مع ايه صفة quik quickly quickness quickest او اللي ما اطبع لنا ايه quick طيب quick استيعتبر صفة بس ايه superlative يعني صفة التوضيل وانا مش عايز التوضيل انا عايز صفة عادية she was intelligent جاي عندي هنا ايه صفة الصفة برضو ممكن تيجي معها adverb يجي مع الverb ويجي مع ال a ويجي مع ال adjective ثاني ال adverb يجي مع ال verb يجي مع الفعل الزرف يجي مع الفعل ويجي مع ال adjective مع ال a مع الصفة clear clearly more clearly طبعا تيبق ايه clearly okay she had intelligence intelligence انا برا عندي عن ايه عن ناون اسوي بايز ايه بايز صفة شاية ال adverb clear clearly clear more clearly يبقى she had clear intelligence clear intelligence يعني ايه زكا او ايه واطح after the training i feel exhausted يعني بعد التمرين انا شعرت بالتعب quiet very real extremely طبعا extremely طبعا ايه خدت extremely لعنى انا exhausted تعتبر ايه strong adjective من الصفة ايه القوية you have to work very with the other members of your team لازم تعمل بقد مع باقي اعضاء الفريب بتاعك wonderful excellent word gorgeous طبعا ايه ترى اخد ياخد hard hard يعني يعمل باقي ايه بقد number seven to work with others train yourself to be يعني عشان تعرف تشتغل مع ناس التانية ومع الاخرين لازم تضرب نفسك ان انت تتبق ايه متسامة intolerance tolerance tolerantly tolerant انا عدنا adjective باستناعي الصفة بقول ايه tolerant لوائي متسامة حسن شحاته was the coach of the national team يعني حسن شحاته وكمدرب الفريق قومي من 2006 طبعا هاخد ايه absolutely brilliant يعني ايما يكون في عندي adjective يعني احب اجيب الادفرب معها احط الايه الادفرب قبل الايه الادفرب يبقى الادفرب دايما بيجي مع الverb او مع الايه او مع الصفة يعني هو كان ايه كان مدرب بارع او كان مدرب ايه دايما كتن let's answer more general exercise هنجاو برضو ايه بعض التمرين العام i have never seen such an intelligent young man this exactly means يعني شفتش واحد intelligent زي الشخص دايما شفتش واحد intelligent زي الشخص دايما this young man is very intelligent this is the first time i have ever seen such an intelligent man i have never seen intelligent young man before this is the first time i have ever seen such an intelligent man اول مرة قبل شخص داك زي الشخص دا if you go on eating a lot of rice لو كانت روزك تير you will put on even more weight هتزدد في الايه في الواسنة ايه لا دي نفس المعنة دا the more rice you eat the less weight you bought on the more rice you eat the more weight you bought on the less rice you eat the more weight you bought on the more rice you eat the more weight you lose طبعا letter b the more rice you eat كل ما تاكل اكتر رز اكتر كل ما تزدد في الايه في الواسنة number three نقلا is clever but isra is cleverer يعني نقلا ماهرا بس ايه اسرا اكتر مهار isra is less clever than نقلا is much cleverer than isra نقلا isn't as clever as isra نقلا is as clever as isra يبعى طبعا نقلا isn't as clever as isra يعني نقلا ماهيش ماهرا زي اسرا يعني اسرا ايه cleverer أمهر منهن يعني رقية ولين لهم نفس الدرجة من المهار طبعا نتبقى إيه اللي اتنين يبقى إيه طيب بوث هم اللي اتنين كليفر بس ممكنكم فهم واحدة أمهار بالتانية اتنين يبقى إيه اللي اتنين مートباة يعني نبقى ابلاها extremely absolutely entirely okay completely أي حاجة مندي إنما مافعش قلت أبلغها very or quite the scene was extremely surprising يعني المشهد يعني شكله فعلا إيه مدهش يعني إيه it was absolutely astonishing it was very astonishing it was astonishing it wasn't astonishing it was absolutely astonishing طب لنا مافعش أقول very astonishing لأن لنا كلمة astonishing strong adjective صفة قوية يعني إيه محطة أبلها completely extremely absolutely entirely وهكذا أي حاجة من الحاجات دي عشان إيه أرفع من إيه من قوتها number seven my elder brother was furious أخويا كبير بيكون غاضب عائز نفس المعنى he was angry he was annoyed he was quite annoyed he felt too much anger يبقى he felt too much anger يبقى letter a letter d they were lucky to meet him يعني هما كانوا يعني محطوزين هما أبلو likely we meet him likely we never meet him likely we meet him likely we meet him likely we meet him likely we never meet him قومنا عندنا إيه في البصة البو خلاص يبأخذ إيه likely we meet him يبقى هما قومتين كتركيب صح بس دي present ودي إيه بصد number nine surprisingly she agreed to marry him she was surprised to marry him she was a surprise to marry him it was surprised that she agreed to marry him to marry him it was surprising that she agreed to marry him إيه بقول إيه it was surprising يعني كان من المودي عميش إنه توافق إنه تتزوجه number ten he is a coward يعني هو جبان أوكي يبقى this means he is a cowardly he behaves cowardly he behaves in a cowardly way he shows no coward هو يتصرف بطريقة جبانة كلمة a coward هنا عبارة عن noun يعني اسم إنما cowardly إيه ده الاجكتف بتاعه ده اسم فاعل وده إيه وده سفاة طبعا إحنا قلنا في بعض الصفات بتنتهي بإللواء مش معنى بتنتهي إللواء تبقى أزارف لأتبقى أصفة زيه friendly lovely cowardly number eleven he is a good teacher this is equal in meaning too هو بيكم وده لس كويس okay he teaches well he teaches good he teaches goodly he teaches badly he teaches well he types perfectly on computer هو بيكتب كويس at computer he is perfectly at typing on the computer he is perfect at typing on the computer he types perfect at typing on the computer he is not perfect he is perfect at typing on computer يعني هو بيكون آه بيكون آه تمام جدا أو رائع في كتاب على جهاز الكمبيوت thank you salot بك أن يكون خلصنا كل التمرين الخاصة فيما تعلق بالأجكتفز بالصفات والأدفوربس والظرف أتمنى أن الدرس يكون آه سهل thank you salot